السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناشتيبي أصدقائي بهذا الفيديو إن شاء الله رح أجاوب على الأسئلة يلي كتبتولي إياها تحت المنشور يلي نشرته بقسم المنتدى والبعض منكم كمان كتب الأسئلة تحت آخر فيديو إن شاء الله أنا جمعت هالأسئلة رح أجاوب عليها بهذا الفيديو باتمنى منكم أحبابي الكرام قبل ما نبدأ بهذا المقطع تضغطوا على الزر لايك لحتى تدعموا هذا الفيديو ولا تنسوا تشتركوا بالقناة يلي مو مشترك يشترك ويفعل زر الجرس وإن شاء الله رح أستمر معكم فأخلوكم معنا بعد الفاصل حتى نبلش الأجوبة على الأسئلة نمر للسؤال الأول أصدقائي من الأخ عصام حسن بيقول أخي الكريم إذا أنشأت حساب أدسنس وأد موب وحققت الحساب عن طريق البين كود هل يكون الحساب تحقق على أكمل وجه أم أنه يطلب إثبات هوية أقصد هل البين كافي للتفعيل أم أنه يطلب هوية هلأ جواب هذا السؤال يعني بالنسبة لتفعيل حسابات أدسنس عن طريق البين كود طبعا البين كود يكفي لتفعيل الحساب خلص متما تفعل حسابك عن طريق البين كود فحساب أدسنس ما عد يطلب منك إثبات هوية إن شاء الله ولكن ممكن أدسنس يطلب منك إثبات هوية في حال لا سمح الله يعني صار فيه نشاط مريب بحسابك أو سرقة الحساب لا سمح الله أو ممكن إذا اكتشف أدسنس أنه تم فتح VPN أو VPNات يعني مختلفة فممكن أنه يتم تعليق الحساب وممكن يطلب إثبات هوية أما بالحالة العادية لا ما رح يطلب هلا بنشوف السؤال اللي بعده أحبابي الكرام من قناة خواطر السلام عليكم أخي شهادة السواقة متور تركية تصبح أو لا بيقصد صديقنا أنه شهادة السواقة أو شهادة القيادة الخاصة بالدراجات النارية هل ممكن أنه نفعل فيها حساب أدسنس ولا لا إلا بالنسبة لشهادة السواقة بدك تنتبه أنه لازم يكون اسمك موجود عليها زائد تاريخ ميلادك زائد العنوان العنوان اللي موجود بحساب الأدسنس إذا ما كانت متوفرة على هالثلاث شغلات هدول فما بيمشي حالها ولازم تكون الشهادة مالنبل أبيض والأسود أو يعني تكون صورة عن شهادة مثلا لازم تكون مختوم عليها ختم يعني تكون مصدقة تكون الشهادة حقيقية وتكون تحتوي على العنوان إما بوجه البطاقة أو بظهر البطاقة تمام إذا كانت بظهر البطاقة فبترسل أنت صورتين للشهادة صورة الوش وصورة الظهر وإن شاء الله بتم تفعيل حساب الأدسنس بهذه البطاقة ونشوف السؤال اللي بعده السؤال من صديقتنا عم تقول مرحبا أخي عوز أسألك سؤال الله يجزيك بخير أنا قناتي اتفعلت منذ أربع شهور كنت أجد دولار في الستوديو أول شهر سبع دولار وهذا الشهر اتنعشر دولار وفي آخر الشهر لا أجد ولا دولار في الأدسنس أجد صفر فاصل صفر أربعة وبعدت رسالة أكتر من مرة لليوتيوب ما فيش رد أتمنى ردك الله يجزيك الخير الآن هاي المشكلة ممكن يتواجه الأغلبية من الناس واللي هي خصم الأرباح خصم الأرباح غالبا عم يتم لما الشخص يشاهد إعلاناته يعني أنا كتير من الناس اتواصل معي بخصوص هذا الموضوع ومتابعين قداما يعني وأنا نبهت عليهم أنه أنت لما تدخل على فيديوهاتك شاهدها من لوحة التحكم لا تشاهد فيديوهاتك من داخل القناة بحيث أنه إذا ظهر لك إعلانات فرح يتم احتساب الأرباح لإلك ولكن بعد فترة رح يتم خصم الأرباح إذا ما في شي من هذا الشي فالتواصل لازم يكون مع اليوتيوب عن طريق برنامج شركاء اليوتيوب وطبعا أنا شرحت سابقا كيف منقدر نتواصل مع دعم اليوتيوب وكمان رح أترك لكم إن شاء الله رابط بتقدروا تتواصلوا مع اليوتيوب مباشرة عبر الدردشة سؤال من الأخ محمد عم يقول أخي بدنا حلقة عن أهم الأمور التي يجب علينا فعله قبل التقديم يعني شو لازم نتأكد قبل إرسال طلب لأدسينس الشي الأهم حساب أدسينس ليش أكثر الناس بتفوت من أد موب وبتسجل يعني لما بدها تبعت صديقنا بيقصد إنه ليش الناس عم تنشئ حساب أد موب ولحتى يرسلوا معلومات أو يعني صور مستندات لتأكيد حساب الأدسينس إلا بالنسبة لحساب الأد موب طبعا أنا شرحت مسبقا أنه كيف نعمل حساب أدسينس بدون يوتيوب وبدون مدونة طبعا هي الطريقة عن طريق إنشاء حساب أد موب نحن لما ننشئ حساب أد موب في حال ما كان عندنا حساب أد سينس نحن أنشأنا حساب أد موب بالإيميل يعني المرتبط بالقناة مثلا أو بالمدونة أو حتى لو ما كان عندنا قناة أو مدونة في حال نحن أنشأنا حساب أد موب فتلقائيا العنوان نحن منكمل يعني وضع العنوان والرمز البريدي والأمور هي منكملها بحساب الأد سينس لأنه حساب أد سينس أجباري لازم يكون موجود لحتى دفعات الأد موب أو دفعات التطبيقات الربحية إعلانات تطبيقات الأد موب لوين بتم تخزينها أو جمعها للأرباح طبعا بتم من خلال حساب الأد سينس لأنه حساب الأد سينس هو عبارة عن محفظة لجمع الأرباح وبالتالي إجباري لازم يكون عندك حساب أد سينس لما أنت تنشئ حساب أد موب والناس ليش بتنشئ الحساب هذا أو ليش بينشئ حساب أد موب لحتى يعني يتحايلوا شوي لأنه اليوتيوب ما عد سمح أنك تنشئ حساب أد سينس إلا لما تكون قناتك مستوفية الشروط اللي هي الألف مشترك والأربعة آلاف ساعة مشاهدة وكمان بالنسبة للمدونة لحتى يعني نحصل الموافقة على التدوينة الخاصة فينا فلازم نحن ننشئ حساب أد موب لحتى نتفادى هالأمور هاي وطبعا بعدم منها بتقدر تثبت ملكية حسابك عن طريق إرسال البنكود أو عن طريق إثبات الملكية عن طريق المستندات السؤال اللي بعده من الأخ مصطفى عم يقول هل يمكن إرسال أرباح آد سينس إلى حساب بنكي باسم شخص ثاني غير اسم صاحب حساب آد سينس طبعا بتقدر ترسل أرباح حسابك الآد سينس لأي حساب بنكي باسم أي شخص ولكن لازم يكون بنفس الدولة يعني لو حسابك الآد سينس تركي فلازم يكون هذا الحساب البنكي اللي بدك تبعث عليه لازم يكون بتركيا تمام يعني يكون حساب زراعات مثلا أو أي نوع من أنواع الحسابات ولكن لازم يكون موجود بتركيا يعني ما بصير أنك تبعث لحساب آد سينس بألمانيا مثلا لازم يكون لنفس الدولة ألا أصدقائي معنا السؤال الأخير من قناة منوعات عم يسأل في حال غيرت ربط قناتي من حساب آد سينس لحساب آد سينس آخر فشو رح يصير بأرباحي؟ طبعا هو سؤال مهم هلا على فرض أنا عامل حساب آد سينس ورابط معه قناتي تمام؟ لأي سبب أن الأسباب بهذا الشهر مثلا حبيت أني أعمل حساب آد سينس جديد وإنقل قناتي لحساب آد سينس الجديد نحنا على فرض نحنا هلا بشهر سبعة تمام؟ فأرباح شهر سبعة عم تتجمع بقناتي على اليوتيوب بالأحصائيات أرباح شهر سبعة بتروح أمتى لحسابي لآد سينس بتروح بشهر ثمانة طبعا بإدعش من كل شهر يعني أرباح شهر سبعة بتروح بإدعش ثمانة تمام؟ لوين بتروح لأرباح؟ طبعا بتروح لحساب آد سينس القديم حتى لو أني غيرت الربط يعني أنا بهذا الشهر بشهر سبعة غيرت ربط القناة من حساب آد سينس لحساب آد سينس جديد ولكن أرباح شهر سبعة رح تروح بشهر ثمانة لحساب آد سينس القديم تمام؟ وبشهر ثمانة الأرباح عم تتجمع أرباح شهر ثمانة يعني عم تتجمع بإحصائيات اليوتيوب وبإدعش من شهر تسعة بتروح ساعتها الأرباح بتبلش بتروح لحساب آد سينس الجديد تمام أصدقائي وصلت الفكرة؟ فبالشهر يلي أنا نقلت فيه الربط بتروح أرباحه بالشهر اللي بعده للحساب القديم وبالشهر يلي بعد بعده يعني بتبلش الأرباح ساعتها بتروح للحساب الجديد فهذا كان شرحنا لليوم أحبابي الكرام إن شاء الله يكون عجبتكم وتكون عجبتكم الإجابات اللي جاوبناها على الأسئلة فلا تبخلوا علينا بزر لايك إذا عجبكم الفيديو ولا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك اللي مو مشترك وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد توصلكم كمان إشعارات القناة أول بأول وإشعارات البس المباشرية اللي بعمله أنا عادة على القناة كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته